ننقل بقى على ملف تاني وانا قلت النهاردة كل ملفاتنا مبهجة النهاردة 16 مارس 16 مارس ده يوم وعيد المرأة المصرية قبل ما اتكلم عن ليه واخترنا ليه يوم 16 مارس وحصل ليه خلوني اقول لكم اقول لكل الستات اللي بتسمعني واللي ما بتسمعنيش كل سنة يا ستات مصر وانتم بخير وفرحة وانتم عمار البيوت وانتم عمود الخيمة وانتم السند وانتم حضن العيال وانتم دهر البيوت كل سنة والستة المصرية يعني ولا اروع ويا رب يوم عن يوم عن يوم كل حاجة تبقى اجمل 16 مارس يوم او عيد المرأة المصرية ده اليوم اللي اختارته مصر وخصصته للاحتفال بالمرأة المصرية ليه لانه في هذا اليوم فيه احداث ثورة 1919 كان استشهاد اول مصرية تدافع عن وطنها وتواجه قوات الاحتلال البريطاني السيدة حميدة خليل اول شهيدة مصرية تطالب باستقلال الوطن طلعت مظاهرة 306 رفعين العلم المصري واعلام الهلال والصليب كرمز للمطالبة بالاستقلال بيطالبوا يدعموا ثورة 1919 من اليوم ده من اليوم ده ويمكن من قبلها في التاريخ بس خلينا نقول من اليوم ده والمرأة المصرية تقف تدعم الوطن تقف تدافع عن الوطن ضد الاحتلال البريطاني ضد الجماعة الإرهابية وكلنا مازلنا فاكرين مشاركة عظيمات مصر في ثورة 30 يونيو لو جبنا احداث المظاهرات واسوات الهتفات للمصريين اللي خرجوا سعيا في إنقاذ وطنهم وخوفا من ضياعه وضياع هويته وشخصيته ورفضا للفاشية الدينية والجماعة الإرهابية هنلاقي صوت الست المصرية عالي المرأة المصرية دفعت عن الوطن في 30 يونيو المرأة المصرية تطوعت بدهابها بعد هزيمة 67 المرأة المصرية شاركت في أعمال التمريد والتنظيم في أيام 73 المرأة المصرية هذا الوطن يخصها ولأن هذا الوطن يخصها تتقدم دائما لدعمه للدفاع عنه لحمايته وهذا الوطن أيضا يقدر المرأة المصرية ويدعمها منذ تولي الرئيس عفتاح السيسي 2014 والمرأة المصرية تقدمت صفوف كتيرة وكسرت حواجز بدعم من القيادة السياسية كسرت حواجز يمكن كان فيه أجيال بتتصور أن عمرها ما هتكسر تعينت لأول مرة مستشارة للأمن القومي للسيد رئيس الجمهوري في عام 2015 عينت مساعدة مساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل بعدها تم تعيين ست مستشارات لرئيس هيئة قضايا الدولة في عام 2017 وهو العام الذي أعلن السيد الرئيس عفتاح السيسي عنه عام الدولة المصرية سنة 2017 أيضا تولت المرأة المصرية منصب المحافظ بمحافظة البحيرة ثم محافظة دميات 2018 وصلت المرأة المصرية بكفاءتها وجهدها ودعم القيادة السياسية إلى منصب نائب محافظ البنك المركزي توليها قاضية ورئيسة للمحكمة الاقتصادية عينت كأول مستشارة تتولى الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاجات الإنسانية وهو منصب تتولى امرأة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية شغلت منصب الأمين العام المساعد لشؤون الموظفين عام 2019 عام تمكين المرأة المصرية عينت أول امرأة في منصب شيخ البلد أنا لو عادت أتكلم عن تمكين النساء الوقت مش هيكفي إنما تاني بنقول كل سنة وعظيمات مصر أكثر نجاحاً أكثر إشراقاً أكثر قوة أكثر تمكين أكثر دعماً للوطن في يوم المرأة المصرية